التقى فخابة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسية في نيويورك مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيام شتايرر وذلك على هامش اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وبحث اللقاء في تدخلات الإنسانية والإنمائية الأممية والجهود المنسقة مع المجتمع الدولي لحشد المزيد من التمويلات للبرامج الإغاثية وضخها عبر البنك المركزي اليمني بما يسهم في تعزيز موقف العملة الوطنية والسيطرة على التضخم وأسعار السلع الأساسية وعرض المسؤول الأممي مجالات تدخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما في ذلك خطة إنقاذ الناقلة صافر وإعادة تأهيل الموانئ اليمنية ودعم جهود التنمية المستدامة في مختلف القطاعات حضر اللقاء مدير مكتب رئاسة الجمهورية الدكتور يحيى الشعيبي ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد بن مبارك ومندوب بلادنا الدائم لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي